وبعد استعادة منطقة يارمجا في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل تنتظر قطاعات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية أوامر القيادات العسكرية للهجوم على الجانب الأيمن ويقول ضابط في قوة الرد السريع أنه باستعادة منطقة يارمجا تكون خطوط الإمداد بين منطقة البوسيف ومطار الموصل جنوبا قطعت بشكل كامل مؤكدا وضع خطوط صد أمامية تحسبا لأي هجوم قد يشنه عناصر تنظيم داعش لاستعادة المنطقة قطاعات فقط الرد السريع تمكنت البارحة من تحرير منطقة يارمجا التي نعتبرها طريق الإمداد من منطقة البوسيف ومن مطار الموصل مثل ما تعرف بعد تحرير وتطهير المنطقة تم وضع خطوط صد أمامية وانتظار الأوامر التي تصدر حتى نتحول للساحل الأيمن إن شاء الله من الفيصلية وقعت هاونات بس مات أدى أحد يعني بالشارع وعاد السطح وإحنا خفنا على أطفال وطلعنا ترجمة نانسي قنقر